سبغتي لون شعرك وكان عليه هايلايت وفي نفس الوقت زهقتي منه وحبة تجديدي اللون او تغيري لون شعرك وعايزة تعمليه باقل ضرر وفي نفس الوقت ان لون الخصل ما يطفيش او حاجة تانية لون شعرك مثلا ارضيته غمقة تمام وعليه هايلايت او ارضيته لونها مش عجبك او فيها عسليات وانت عايزة تخلي لونها اهدى واشيات وفي نفس الوقت عايزة لون جميل والخصل ما تطفيش وفي نفس الوقت تجديدي اللون عايزة تعرفي الطريقة هقولك طيب اول حاجة زي ما انتوا شايفين طبعا الخصلة دي انا عملت عليها فيديوز كتيرة جدا 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 تمام فزي ما انتوا شايفين كده ده ارضية اشقر دهبي متوسط على خصل طحيني او خلينا نقول ارضية عسلي على خصل طحيني او دهبي تمام كده طيب دلوقتي احنا عايزين نجدد اللون ده او نغيره تمام لو زهقنا منه او ملينا منه او عايزين نطفي الضي الدهبي اللي فيه وعايزين نخليه لون اهدى واشيات فنعمل ايه احنا هنعمل ايه بدون بقى سحب لون وباقل درر ومش هنعمل اي حاجة ان احنا نبوز اللون الاساسي احنا هنصبغ على الشعر على طول بدون تفتيح ولا بدون سحب لون ويعني حاجة كده عظمة تمام طيب واقل درر طبعا اول حاجة السبغات هتكون معانا ايه مش هطول معاكم تمام اول حاجة هيكون معانا سبعة بوينت واحد ده اسمه اشقر رمادي طبيعي او اشقر رمادي متوسط تمام او في بعض الشركات اشقر مطفي طبيعي او اشقر مطفي متوسط قلته لكم بكل الاسماء تمام ده كده اسم رقم سبعة بوينت واحد تمام هناخد منه نص صعبه تمام كده نص صعبه هناخد من اللون التاني تمانية بوينت واحد اشقر اهو تمانية بوينت واحد اشقر رمادي فاتح او اشقر اه مطفي فاتح بعض الشركات بيكتبوا على الاسم الاشقر رمادي بيكتبوه اشقر مطفي تمام كده ولكن هو الاسم الصح لي اشقر رمادي فاتح تمام ده برضو هناخد منه ايه نص صعبه حلو كده طيب تالت لون هيكون معنا هيكون تسعة بوينت واحد انا ما عنديش تسعة بوينت واحد هحط تسعة بوينت واحد طبام كده ده زي ده ولكن الفرق اللي بين تسعة بوينت واحد وتسعة واحد واحد ان هنا تركيز الرمادي اعلى من آآ لما يكون تسعة واحد بس. تمام? ده اسمه ايه بقى? اشقر رمادي فاتح جدا. تمام? او اشقر مطفي فاتح جدا. برضو نص صعبو. كل الكميات متساولة. تمام? طيب. زي ما انتم شايفين اهو. الكميات متساوية من التلات الوات. يبقى سبعة واحد. تمانية واحد. تسعة واحد. كل الكميات متساوية. تمام كده? طيب. ده بقى ايه? مصحح ايه? ازرق. تمام? ده هناخد منه على العبوة يعتبر ونص دول او اللي هو النص من كل العبوة. هناخد منه نقطة واحدة بس. قد حبة الحمص. تمام كده? طيب. نقطة قد حبة الحمص. مش اكتر من كده. تمام? طيب. وهناخد ايه بقى? خلاص كده. خلصنا سبغات. اه هناخد عشرين. تمام? انا عايز اقول لكم على حاجة. ده دلوقتي اللي ما عندهوش سريع. اه اللي ما عندهوش عشرين. يعمل ايه? عندكم مسلا تلاتين متوفر. تمام كده? لو مسلا هنحط لو حطينا مسلا مية وخمسين ملي سبغة. وحطينا مية المفروض نحط مسلا لو هنحط بنسبة واحد الى واحد الاكسجن بنسبة اه السبغة. تمام? يعني لو مية وخمسين ملي سبغة. والمفروض نحط مية وخمسين ملي اكسجن هنعمل ايه? عشان نخفف الاكسجن التلاتين لعشرين. هقول لكم هنعمل ايه? هناخد نص المية وخمسين. يبقى خمسة وسبعين ملي. هنحط مسلا خمسة وسبعين ملي ايه? اكسجن. تمام? والنص التاني نص بنص. هيكون اللي هو البلسم. بلسم الشعر. فهنحط نص بنص بالزبط بالتساوي. تمام? عشان يدينا ايه? نتيجة اكسجن عشرين. طبعا انا بقول لكم الكلام ده اه انا قلته قبل كده كتير بس بقوله للناس اللي متابعاني جديد او اللي اول مرة يشوفني وما كانش يعرف المعلومة دي. طيب اهو. هنقلب كل حاجة مع بعض بقى. كويس جدا. طبعا ده بقى يعني هيكون بقى اقل اقل ضرر لا هقول لكم اسحابوا لون الاول ولا هقول لكم اعملوا اي حاجة وفي الاخر برضو هيطلع لون فاتح ومش غامق وهيبقى شيك جدا وحالو. وبرضو عايز اقول لكم ان آآ الطريقة دي لو شعركوا برضو متعدد الالوان وانتو في نفس الوقت آآ عايزين نوعا ما توحدوا ويكون بلون حلو وشيك وفي نفس الوقت يطفي الالوان المزعجة لو فيه الوان مزعجة في الشعر تمام فتقدروا تعملوا نفس الطريقة دي وكنت قلت برضو قبل كده في فيديوز هو ما بيوحدش اللون بنسبة مية في المية لكن بيدي تناسق للون اكتر من توحيد للون يعني لو شعركوا حتى فيه تلات الوان هيديكم تناسق آآ للالوان على اقل فبالتالي بيبقى آآ شكل الشعر جميل وحلو في نفس الوقت وفي نفس الوقت بنكون جددنا اللون آآ لكن عايزين بقى لو توحدوه بنسبة بقى ما في المية يبقى كله لون واحد برضو هتلاقوا عندي في القناة فيديو عن آآ توحيد لون الشعر بلون واحد ويكون كله لون يعني واحد ما يبقاش فيه الوان آآ متنسقة زي مسلا الخلطة دي. تمام? طيب خلاص كده. انا يعني قلبت كل المحتوى بتاعي. اهو. هنبتدي بقى نعمل ايه? نصبخ خصلة الشعر. زي ما انتو شايفين? خصلة الشعر ارضية عسلي او خلينا نقول اشقر دهبي متوسط مع خصلات طحيني دهبي. تمام? طبعا كنت اعامل معاكم فيديوز كتيرة جدا بخصوص اللون ده. تمام? طيب. هنبتدي بقى ايه? نصبخ خصلة الشعر اللي عليها هايلايت. في نفس الوقت الهايلايت ما يطفيش. كمان ارضية الشعر لونها يبقى حل ومتناسق مع الهايلايت. وفي الاخر هنكون كمان جددنا لون الشعر وبقى اقل ضرر. طيب. آآ خلينا اقول لكم ان انا كده خلاص يعتبر سبخت خصلة الشعر. طبعا هقعدها المدة. لما هتديني اللون اللي انا عايزه كالعادة وبعد كده هرجع لكم تاني وهقول لكم قاعدتها ادي ايه بالزبط? ووري لكم اللوك النهائي استنوني. فاتت بالزبط خمسة وتلاتين دقيقة على الشعر. هقوم بقى اخسل الشعر وهرجع لكم تاني. ايه رأيكم بقى في الجمال? شايفين اللون جميل ازاي? يعني بجد لون حلو جدا جدا جدا. طبعا الضيء العسلي اللي كان في الارضية اختفى. طبعا اللون الخصل زي ما انتم شايفين بقت لونها بلاتيني رمادي حلوة جدا جدا. اه وشيك وكمان متنسقة اوي 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 مع لون الارضية زي ما انتم شايفين. وفيها لمعة مش طبيعية وجميلة جدا جدا. فيارب تكون بقى طريقة تنسيق لون. الشعر هي بصراحة تنسيق اكتر من ما هي توحيد. تمام? لان لو الشعر متعدد الالوان هي بتنسق الالوان مع بعض. اكتر من ان هي بتوحد اللون. زي ما انتم شايفين اللون بقى متنسق ومتناسق. وحلو جدا جدا جدا. ولاقي على بعضه. وزي ما قلت لكم الخصل ما اتطفيتش باقت لونها تحفى اوي اوي. اللون بصراحة عجبني. يا رب يكون عجبكم انتم كمان. وكمان الطريقة تكون افدتكم. لو عجبكم كل حاجة تقدمت فيه الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك كتير. شير اكتر. سبسكرايب. فعلوا جرس الاشهر واشنصلكم كل جديد القناة. واشوفكم في اللون جديد في فيديو جديد. باي باي.